ده رفطر البطل بتاع فيلمنا أما ديفا بتكون صارة وفيلمنا بيبدأ وبيلقي الشاب بفشل في حياته وعمال بيرقص ويغني وما فيش حاجة بيعملها صح واخد الدنيا ببساطة وكل تصرفاته غريبة وأول ما بيرجع البيت أبو بيشوفه بيليه مع أصحابه وبيفضل يدرف فيه وبيسأله أمتى هتتحمل المسئولية وبيأمره لازم يشتغل ويعتمد على نفسه وبيروح لأمه وبيشكلها من أبوه اللي بيعمله معاه وبيوعادها يلاقي وظيفة في أسرع وقت وبعدها بيروح جنينة الحيوانات وبيشتغل هناك وواحد صاحبه بيطلب منه يحرص الأسد مكانه علشان عايز يقدم لابنه في المدرسة وفعلا بيوافق وبيروح يشوف الأسد وبيكون خايف جدا من شكله وبعدها الأسد بيغفله وبيخرج من القفص وهو بيكتشف انه اختفى وفي نفس الوقت الوزير بيوصل للمكان علشان يقدم الأسد للناس ورفطار بيلاقي كلب موجود قدامه وبيتجيله فكرة غريبة جدا وساعاتها بيعملوا اللي افتتاحه والناس كلها بيكونوا فرحنين لكن بيكتشفوا ان الأسد تحول لكلب لا وكمان عمال يهوهو والوزير بيتدايق وبيفضل يزعق لهم ورفطار بيهرب بسرعة وبيسيب المكان ولما بيركب عربية وعايز يدور عليه بيتفاجئ بانه موجود معاه وبيتصدم جدا ومش عارف يعمل حاجة وبعدها الاعلام بيسأل الوزير ايه اللي حصل وساعاتها رفطار بيدخل عليهم المكان وبيكون معاه الاسد ومسكه في ايديه وهم خايفين جدا وشايفين واحد مجنون وفي الاخر بيسلموا ليهم وبيسيب المكان ويمشيه وبيرجع البيت وابو بيهزقه كالعادة لانه بيهنهم قدام كل الناس بتصرفاته وبيقوله يا ام تسافر مدينة غوة عند صديقك الربال وتشتغل عنده او تتجاوز سويتي وطبعا اول ما بيتخيل سويتي بيخاف منها وبيشوف امه بتعيط وبيقوله ما تزعلش هو هيسافر ووقتها بيوصل المحطة وابو بيقوله انت تقدر تكون انسان كويس بس لازم تركز في حياتك وبعدها بيسيبهم وبيركب القطر ويمشي ومن ناحية تانية بيروح لدولة رومانيا وبينلاقي سارة رجبة الخيل وعمال بتجري بيه وده ابوها رانا وقعد مع زعماء مافيا للسلاح وعملين يوزعوا التجارة ما بينهم وساياتها بيوصل مارك المكان وبيشوف سارة وبيعجب بيها جدا ولما بيروح لها بيحاول يعكسها وبيفضل يدائي فيها لكن بتضربه وبتخلي شكله وحش وبتقل منه وابو مارك بيكبره يعتذر لسارة ويتأسف قدامهم كلهم وهي بتركب الحصان وبتسيب المكان وتمشي وتاني يوم بتكون موجودة في كافية وبتلاقي ناس عايزين يمسكوها فبتحاول تبعد عنهم وبتقدر في نهاية الامر تهرب منهم وفي نفس الوقت مارك بيقمر رجالته ويقتله ابوه ويخلصوا عليه وبعدها بيقوله كان لازم تموت لان خلتنا تأسف لسارة وهنت قرمتي قدامها وفي نفس الوقت رانا بيعرف وبيحذر سارة من مارك ولازم تهرب وفي النهاية بتفقوا انها تسافر مدينة غوة لصاحبه كربال ومن ناحية تانية رفتار بيروح لكربال علشان يشغله هو وصحابه وساقاتها كل ما بيطلب منه حاجة هو بينفزها بشكل كوميدي وغبي وكل تصرفاته غريبة جدا وكانه طلع رحلة والتاني يوم بيقوله انت هتروح المطار علشان تستقبل سارة بنت صاحبي وبيسأله انت بتتكلم انجليزي فبيكذب عليه وبيقوله طبعا وبيخاف ان هو يطرده من الوظيفة فبيديله مفاتيح الفيلا اللي سارة هتعيش فيها وهو ماشي بيوقعها في المياه غصب عنه فبينط وراها علشان يجيبها بسرعة وبعدها بيتفق مع صاحبه يجيبه مترجم لانه هم بيتكلموش انجليزي ووقتها بالروح للمطار وهما بيكونوا مستنيينها وبيشوفوا بنت حلوة وبيروحوا يرقصوا قدامها بطريقة غريبة لكن ما بتطلعش هي واول ما صارة بتلاقي ليفطة موجودة في ايديهم بتغلط فيهم وبتعملهم بطريقة وحشة جدا وهما مش فاهمين اي حاجة من كلامها ولما بيكونوا في العربية رفطار بيفضل يبصلها وشكله معجب جدا بيها وفي نفس الوقت بلاي زعيم اصابة قاعد مع كربال وعايز اشتري الكازون بتاعه وهو بيرفض لانه بيقترد على شغله في المخدرات وبعدها صارة بتوصل وبتقابل كربال وبيقولها لو احتاجت حاجة رفطار هيكون الحرس بتاعك وساعتها رفطار بياخدها للبيت اللي هيعيشوا فيه وبيعرفوها مكان القوضة بتاعتها ولما بترتب شنطتها بتشوف صورة امها زمان وبتفتكر كل ذكرياتها معاها ومن ناحية تانية مارك بيعرف ان صارة هربت وسابت رومانيا فبيتعاهد هيدور عليها لحد ما يقدر يوصل لها وتاني يوم رفطار بيمثل ان رجل خارج واصحابه بيدربه بأسامه زيفة علشان يبان بطل قدام صارة فهي بتمسك العصاية الاصلية وعايز اتكسرها عليه لكن اميلي بتوصل للمكان وبنعرف انها المترجمة ولما بيكونوا قاعدين صارة عملة بتغلط فيهم واميلي بترجم كل كلامها غلط وخافة لحد يموتها وهما مش فاهمين انجليزي ومسدقين اللي هي بتقولوا ووقتها صارة بتجيلها فكرة وبتديلهم صورة امها وعايزهم يدوروا عليها ويحاولوا يساعدوها وبتقول لرفطار لو معرفتش توصلها زعلك واميلي بترجم غلط وبتقول له صارة بتسك فيك ولما بييجي الليل بيكونوا في مطعم وكلهم بيفضلوا يسكروا اميلي اول مرة تشرب خمرة وبتطلع تغني وترقص في المكان وبتتصرف بطريقة غريبة وناس من الاصابة بيشوفوها وبيسألوها على رفطار وهي مش قادرة تستوعب كلامهم فبيقرروا يزوقوها لكن صارة بتنقذها ووقتها بتفضل تدرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليها وبتندمهم على كل حاجة بيعملوها ورفطار بنلاقيه في الحمام والوضع الصغير بيعملها عليه وتاني يوم كربال بيفضل يزعق له وفاكره انه هو اللي ضرب الاصابة في المطعم ورفطار ميتفاجئ ومستغرب كلامه وساعتها بيرجع لصاحبه وبيسأله هو انا ضربت حد مبارح وبعدها بياخد صارة وبيدوروا على امها في كل مكان لكن ملهاش اي وجود ولما بيكونوا في الطريق العصابة بتقدر توقفهم وبيخضوهم للوكر بتاعهم بعد ما خطفوهم ورفطار بيتحدى زعيمهم في نزال ما بينهم هما الكنين وللأسف كل ما بيتدرب بيقع على صارة واميلي وبعدها ما بيقدرش يدافع عن نفسه او يوه في قصادهم وكلهم بيتقطروا عليه وشكله ضعيف جدا لحد ما صارة بتدخل وبتفضل تدرف فيهم وبتندمهم على كل حاجة بيعملوها وبتتخلص منهم واحد واحد وفي النهاية بتسيطر على زعيمهم وبتنتقل منه ولما رفطار بيشوفها بيحاول يحميها وبيتصاب مكانها وهي ساعتها بتحجب جدا بشجاعة وقلبه الميت وبعدها بيطلع الصبح وبيكونوا قاعدين مع بعض وبتشكره علشان بيساعد هوايا في جنبها واميلي كالعادة بترجم غلط وبتعرفوا انها بتقوله ومش كل مرة هدافع عنك وبعدها كربال بيقابل رفطار ولسه فاكر انه هو اللي ضرب الاصابة لأ وكمان بيخليه الدرع اليمين بتاعه اهم واحد ومن ناحية تانية زعيم الاصابة بيكلم مارك في التليفون وبيعرفوا مكان صارة ووقتها بيقوم رجالة النوم يموتوها واول ما بيجي الليل رفطار وصارة بيكونوا مع بعض ولما بتكلموا ما بيكونش فاهم حاجة وفاكرها معجبة بيه وتاني يوم رجالة مارك بيوصلوا لبيته وعملين بيدوروا على صارة وبيكون معهم بكون بيلة على شكل كتاب وبيحطها وسط الكتب اللي موجودة واميلي بتشوفها وبتعرف انهم عايزين يتعلم انجليزي فبتكرر تاخدوا الكتب وبتروح ترميها في الزبالة والبنت الغبية بتطلع فوقيها وبتلاقي وقتها صارة في المكان وبتدوس على جهاز التحكم وساعتها بتنفجر بيها وبتقع في حمام السباحة وبعدها بيحاولوا يموتوهم ورفطار وصارة بيهربوا بسرعة لكن بيكونوا وراهم وعايزين يقتلوهم باي شكل وعلشان هو غابي وماشي براحته بتكرر صارة سوق مكانه وهو بيكون فرحان وعمل عبيد كالعادة ومش مصدق اللي بيحصل ولما بيقفوا بيكرروا يركبوا عربية تانية بيحاول يخليها تعمل نفس الموقف معاه لكن بترفض وبيكون في الطريق وللأسف بيعملوا حادثة وبتتقلب العربية ورفطار بيحاول يخرجها لكن ما بيكونش عارف ورجالة مارك بيحاصروه بيفضلوا يضربوا فيه وهو مش قادر يدافع عن نفسه لكن بيقوموا بتحول عليهم وبينتهم منهم واحد واحد وفي النهاية صارة بتخلص على البنت اللي موجودة في المكان وبتشكر رفطار وبتقول انت بطل وهو الفرحة باينة عليه وشكله مبسوط ولما بيقابله كربال بيقول صارة لازم تستخبه في مكان بعيد فبيعرض رفطار انها ترجع مع قريته وهما بيوافقوا على كلامه في الآخر واول ما بيوصل هناك اصحابه بيستقبلوه وبيكونوا فرحانين وعملين بيرقصه وبيغنوا لكن اول ما بتظهر صارة بيتفاجئوا وكأنهم بيشوفوا بنت الاول مرة في حياتهم وبيرجع البيت لأبوه كالعادة بيخاف منه وبيروح ياخد بركاته وبيتأسف وبعدها بيجيب ام وبيعرفها على صارة وبيكون فرحان وبيغمز لها على اساس ان هو بيحبها ومع الايام بيتعاملوا مع صارة كأنها واحدة منهم وبيهتموا بيها وهي الاول مرة في حياتها بتلاقي ناس بتخاف عليها ورفطار دايما بيبصلها ومبسوط انها قدامه ولما بيجي الليل بيكون قاعد مع امه وبيفضلوا يهزروا مع بعض وصارة بتكون شايفاهم وصعبانا نفسها عليها وبتروح تمسك صورة امها وبتفتكر ذكرياتها معاه وهي صغيرة وتاني يوم بتقابل ابو رفطار وبيسألها انت بتحبي ابني لكن ما بتكونش فاهمة كلامه فبيرسم على الارض شكلها هي ورفطار وبيعمل ما بينهم قلب فبتقوله علاقتنا ملهاش مستقبل فهو ما بيفهمش كلامها وبيقولها هيجي يوم وتعرف ان ابني بيحبك ومع مرور الايام رفطار وصارة بيقربوا من بعض جدا وبيقضوها رأسه اغاني وكل واحد بيقرب من التاني وبعدها ايميلي بتكلم رفطار وبتقوله انهم وسطوا لمكان امه صارة فبيروح يشرح لها وبيعرفها الخبر المهم فبتكون فرحانة وبتحضن ومش قادرة تصدق نفسها وتاني يوم بتوصل للمكان علشان تقابلها وبتكون خايفة واول ما بتدخل بتلاقي امها بتنادلها وبتقول صارة فبتتفاجئ اول ما بتسمع اسمها لكن بتكتشف انها تقصد طفلة صغيرة وبتعرف انها بنتها فبتتدايق جدا وبتصعب عليها نفسها وبتسيب المكان وهي عمالها بتعيط وساقاتها بتكرر تروح المطار علشان تسافر وبتبلغهم انها مش راجعة تاني ولما بتمشي رفطار بينادي عليها وبيقول لها انا بحبك لكن بتسيبه للأسف ما بتهتمش بكلامه وهو بيكون زعلان وبيسأل نفسه هي لد غيرت من بعد ما شافت امها وفي نفس الوقت ابو صارة بيقابل مارك وبيحذره يبقى عن بنته فبيقول له يبقى لازم تجوزها لي وإلا هموتها واول ما بيرفض بيحاول يقتله هو وكل رجالته وبعدها صارة بتوصل رومانيا وبتطمن على ابوها وبتفضل تعيط وتاني يوم بتكون في قصرها وبتتفاجئ اول ما بتشوف رفطار وامها موجودين قدامها فبيحضنوا بعضهم اللي اتنين بعد فراء سنين كتير ورفطار فرخان علشانهم جدا وامها وابوها بيقابلوا بعض وبيتعادوا على كل حاجة حصلت زمان وساعاتها صارة بتقول لهم ان هتجوز مارك وبتكون خايف عليهم لإزيهم ولما بتخرج من القصر بتلاقي رفطار قدامها وبتشكروا لانه سعادها وخاف عليها وعرض حياته للخطر ورجع امها بعد غياب سنين وبتحضنه وبتفضل تعيط وبتقول لنا بحبك ومع ذلك هتبعد عنه لانها خايف علي اهلها لكن هو مافهمش حاجة من كلمها غير كلمة بحبك وفرحانه كأنه انتصر وكسب قلبها وبيعرف من واحد شغال عندهم ان الفرح بكرة فبيكلم امه في التليفون وبيقول لها هتجوز بكرة وفكر ان كل الكلام عليه فبيروح يشتري احسن بدلة وبيكون اخر شياكة ده غير الطور تلزوم لاحتفال وبيجيب الوردة علشان يقدمهولها اول ما يشوفها وبعدها بيروح الكنيسة لكن بيكتشف ان صارها هتتجوز مارك علشان خايف على حياة اهلها وهو بيكون متفاجئ ومصدوم ومش عارف يعمل ايه وفي الوقت ده صارها بتلاقيه موجود واقف قدامها ومارك بيتدايق وبياخد باله وبيعرف انهم بيحبوا بعض فبيروح يهدده وبيقول له لو عندك الشجاعة وريني هتاخدها ازاي فبيقول له تعالي برا الكنيسة وانا هوريك وفعلا بينفس كلامه وبيكون واقف على الجسر الواحده قدام كل رجالته وللأسف بيفضلوا يضربوا فيه وهو مش قادر يدفع عن نفسه وعددهم كبير جدا وفي النهاية بيرموه بيكون مصاب ومش قادر يقف وصارب تترجيه بيد عنهم لكن بيكون رافض وساعتها بيتحول عليهم وبيفضل يضربهم وكأنه واخد حبوب الشجاعة وبينتعم منهم على كل حاجة عملوها وبيخلص عليهم واحد واحد ومحدش عارف يسيطر عليه ولما بيجري في اتجاه مارك للأسف بيمسك المسدس وبيضربه بيه ورافطار بيتصاب وبيقعه على الأرض وصارب تفضل تعيطه عملة بتنادي عليه ورافطار فاقد الوعي وبيفتكر كلام أبو لما كان بيفضل يشجعه ومرة واحدة بيفوقه ويمسك مارك وبينط بيه من فوق الجسر ووقتها صارب تجري عليه ويتكون خايفة لكن بتلاقيه متشعلق ولسه عايش وأنقص حياته وهي بتفضل تقوله أنا بحبك بصوت عالي ومارك بيشوفه واقع على الأرض وساعتها بيموت وبيفقد الحياة وبعد فترة رفطار بيرجع لقريته وبيكون معه حبيبته صارة وبيفضل شايلها وعمل بيرقص بيها ووقتها أبو بيشوفه وبيلاقي صورته في الجرايد وبيروح يرقص معاه والأول مرة في حياته بيفتخر باللي هو عمله ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد